اتفاق دائم لوقف اطلاق النار لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا تم التواصل إليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 في جينيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاقى ترحيبا دوليا ومحليا واسعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت ترحيبها بنتائج المحادثات التي استمرت خمسة أيام وهنأت الشعب الليبي بهذا الإنجاز التاريخي الرامي إلى ضمان مستقبل أكثر سلاما وازدهارا للبلاد أيضا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رحب بالاتفاق الموقع بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة مناشدا جميع الأطراف الليبية مواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يسهم في حل الأزمة الليبية حلا نهائيا أما تونس الدولة المجاورة فقد أشادت بما تميزت به هذه الاجتماعات من روح إيجابية وإجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية وأعربت عن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه بداية شهر نوفمبر المقبل بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا الأردن أيضا أعربت عن أهمية هذا الاتفاق لإتاحة البيئة المناسبة لاستكمال المسار السياسي وانخراط الأطراف الليبية في حوار ليبيا لبي وانفاوضة سياسية جادة تستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور بما يضمن حماية الشعب الليبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية بدورها رحبت بهذا الاتفاق داعية إلى سرعة اتخاذ تدابير بناء الثقة وعمل كافة الأطراف معا في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية لتخفيف العبء عن المواطن ويكون الاحتكام للقانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان